الحريري من طرابلس يشبك مع ميقاتي ويشتبك مع ريفي نصر الله في أربعين بدر الدين أموالنا كصواريخنا تصلنا من إيران هنا في ناس بيعطودوا يعطودوا هذا البحر ما شاء الله البحر الأبيض متوسط شوابهم بريطانيا قالت نعم للانفصال فمن التالي؟ جهاد العرب يرد معتراض الإنماء والأعمار في البحر والليالي الرمضانية لا تكتمل إلا على إيقاع المسحرات موسيقى 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 صباح الخير بريطانيا تحصي خسائر ما بعد أوروبا سعد الحريري في طرابلوس يرمم خسائر ما بعد البلديات ويقصف جبهات الحلفاء والأمين العام لحزب الله حدد الوجهة نحو حلب ساعات أحكمت الطوق على المواقف السياسية لتبقى ساعة بيكبان الأسرع في التطورات لم تفقد بريطانيا أوروبيتها فحسب إنما خسرت قرارها عندما فازت واشنطن بالاستفتاء ومهدت له قبل أيام برفع سعر الجنيل استرليني وإغراء البريطانيين بحياة أفضل إذا ما قرروا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وحالما نجح الاستفتاء في الخروج من أوروبا سقط السترليني وهوى إلى أدنى مستوى له منذ 31 عاما لقد صورت واشنطن الرخاء للبريطانيين على شكل عملة وتسللت إلى هذا الشعب من محفظته لمعرفتها بأنه ضنين على قرشه ويبيع أوروبا بربع استرليني لكن أمريكا تقف اليوم لكأنها كسبت الجولة وسلخت دولة عن اتحاد كان يزعجها وعن يورو كان مصدر قلق لدولارها شموس دول تغيب وبدر الشهداء يصطع فمن الضاحية التي لفتها التحذيرات الأمنية على مدى يومين أحيى حزب الله أربعين القائد العسكري مصطفى بدر الدين بخطاب للسيد حسن نصر الله كاشف فيه الرأي العام بكثير من الملفات من أعداد الشهداء في معركة حلب إلى أزمة المصارف لكنه أبقى على سرية المصرفية الأمنية تجاه تفجير بانك لبنان والمهجر وقدم نصر الله تأكيدات على سريان الحوار الإيجابي مع المصارف مكررا أن الحزب لن يتأثر بقرار العقوبات الأمريكية لأنه أصلا مع الناش ونحن نتمول من إيران على رأس السطح وكما وصلت إلينا الصواريخ تصيلنا الأموال واشربوا من مية البحر استقبل الرئيس نجيد ميقاتي الرئيس سعد الحريري مساء أمس في دارته في الميناء ترابلس في حضور النائب أحمد كرامي النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري وبعد اللقاء أكد الحريري على متانة العلاقات واستكمال المشوار لمواجهة التحديات الكبرى في البلد والتي تفرض علينا التضامن لسيما أن الفراغ الرئاسي يؤدي إلى تآكل المؤسسات كافة وفي حفل إفطار في معرض رشيد كرامي الدولي وجه الحريري تحية إلى الرئيس الرشيد طالبا من المزايدين أن يحلوا عن الرئيس رفيق الحريري وبما أنه بهالأيام في موضة كل الناس تشرح لنا شو هي الحريرية الوطنية وشو فكر رفيق الحريري وخط رفيق الحريري ووصلت المواصيل لدعوة بيت الحريري يرجعوا للحريرية ودعوة سعد ليرجع حريري ودعوة سعد ليرجع لرفيق يا أخي أنت حر برأيك بس حل عن رفيق الحريري وعن المزايدات والعنتريات وعبات الحريري وباسم رفيق الحريري وبالمناسبة لكل يلي فجأة صاروا خبر محلفين برفيق الحريري والحريرية ومبادئها بس تسكير صغير بكل مرة سؤل رفيق الحريري شو أهمشي بهالدني شو أهمشي بهالدني شو كان زواب أقول لكم الصدق نعم الصدق وشو أساس الصدق الوفا نعم الوفا بس للتسكير يعني وأنا أكيد أنتم مش ناسين اندلع حريق مساء أمس في خزان للنفط والمحروقات في معمل الذوق الحراري ضمن المجموعة الأولى وقد عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني على إخماد نيران بشكل كامل لسيما بعد أن أدى الحريق إلى انفجار قارورة من غاز البروبان الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قال إن المطلوب من الجميع أن يحضر في معركة حلب لكونها الاستراتيجية الكبرى وقال عندما يتطلب الأمر الحضور إلى العراق سوف نفعل وإن غدا لناظره قريب الاندفاع من لبنان خلصت انتهت ألا في شوية مسلحين بجهود عرسال بشكل وتهديد بحضروا سيارات مفخخة طبعا مش حلينها بعضهم عم يشتغلوا بالسيارات المفخخة ومشكرين الأجهزة الأمنية فعالين بقوة على هذا الموضوع نحن ما منقول الأرعام بس لأنه بدأ نعالج موقف خلينا نحكي لأمور بدقة ستة وعشرين شهيد أسير واحد ومفقود واحد ولذلك اسمحوا لي أيضا بجملتين ألا ما حنعمل رسالة طويلة للشباب لأقول لهم وأنتم الذين راهنا عليكم في حرب تموز نراهن عليكم في هذه المعركة ونحن نثق بالله وبرجال الله بكم أنتم الذين صنعتم المعجزة والتاريخ في المنطقة من يطلق النار في الهواء من أفرادنا سيفصل من تشكيلاتنا هنزعبوا يعني عناوين مثلا حزب الله ينهار ماليا حزب الله ينهار اقتصاديا يعني طعي عالم لمونا يا محسنين يا كرام حنموت الجوع لحقونا مدري شو برجع بذكر هؤلاء الأغبياء بما يلي أنه أنا قلت نحن ما عنا مشاريع تجارية ولا عنا مؤسسات استثمارية بدأت تشتغل من خلال البنوك حتى إذا عطلتوها بينكسر ظهرنا أصلا ما عناش نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشيته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران طالما إيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس ومالنا المقرر لنا يصل إلينا وليس عن طريق المصارف وكما وصلت إلينا صواريخنا التي نهدد بها إسرائيل يصل إلينا مالنا ولا يستطيع أي قانون أن يمنع وصول هذا المال إلينا على في ناس بيعتردوا يعتردوا هذا البحر ما شاء الله البحر الأبيض متوسط شربوا منه ولذلك لا أنتم عم تدفعوا معاشات نحن عم ندفع أنتم موقفين لموازنات نحن عم ندفع موازنات أنتم اللي بعدكم ما دفعتوا أعباء انتخابات لألفين وتسعة نحن خلصين من الانتخابات البلدية في مصارف في لبنان ذهبت بعيدا كانوا أمريكان أكثر من الأمريكان بل عملوا شيء يا أخي الأمريكان ما طالبنوا منهم طبعا أنا ما بوافق حتى لو طلبوا الأمريكان تعملوا بس يا أخي ما طلبوا الأمريكان منكم أنتم وسعتوا البكار أنتم ذهبتم إلى مؤسسات وإلى أسماء لم يشمل هذا القانون الأمريكي اللي بتقولوا أنتم محرجين بعدم تنفيزه هذا اعتداء على ناسنا على جمهورنا على عائلاتنا ونرفض نحن هذا الاعتداء ولن نقبل بهذا الاعتداء ولن نقبل بهذا الاعتداء ولن نسمح بهذا الاعتداء نحن كمان حريصين على البلد واقتصاد البلد وأمن البلد وسلامة البلد ولذلك نحن رحنا على حوار وبعدنا عم نتحاوى وعم نحكي وفي وسائط وفي جهات مسؤولة عم تبزل جهود على هذا الصعيد وفيه أمور عم تتحلحل وفيه أمور إن شاء الله ممكن تتحلحل والمسار تبعها مسار إيجابي بريطانيا العظمى أو الإمبراطورية التي لا تريب عنها الشمس هل تتحول إلى جزيرة يعمها الضباب اسمها إنجلترا؟ في قفزة النحو المجهول قرر 52% من المنتخبين البريطانيين الانفصال والخروج من اتحاد القارة العجوز التي تعاني دوله 27 مشكلات اقتصادية عدة زدتها سوءا أزمة الهجرة واللاجئين وقد أظهرت نتائج الاستفتاء البريطاني أمة منقسمة لندن وسكوتلندا وإرلندا الشمالية صوتت لمصلحة البقاء في الكنف الأوروبي فيما اختارت مقاطعة ويلز الخروج هذه الصفعة للمشروع الأوروبي الطموح أحدثت هزة كبيرة وفورية في أسواق المال العالمية لسيما أن بريطانيا هي خامس قوة اقتصادية في العالم وأعلن رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان وراء قرار تنظيم الاستفتاء استقالته مشيرا إلى أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي سيقودها رئيس وزراء آخر خروج بريطانيا من الاتحاد قد يشجع دولا أخرى على خطوة مماثلة لسيما أن وضعها متقلقل أصلا السويد لطالما وافقت السويد بريطانيا على نحو 90% من القضايا وهي ترفض اعتماد اليورو عملة أوروبية موحدة ومع أن معظم السويديين لا يزال لديهم انطباع إيجابي تجاه الاتحاد الأوروبي فإن أسئلة عدة بدأت تتسلل إلى السويديين حول ما إذا كان صوت دولة صغيرة كبلدهم لا تعتمد العملة الأوروبية الموحدة سيسمع في بريكسيل الدنمارك ترى الدنمارك أنه من دون بريطانيا لن يكون بمقدورها جر قاطرة مصالحها الخاصة فبريطانيا هي الحليف القوي لها في المفاوضات في الاتحاد الأوروبي ولطالما تبنى البلدان مواقف سياسية مماثلة إضافة إلى أن الدنماركيين صوتوا في كانون الأول الماضي ضد تسليم مزيد من الصلاحيات للاتحاد الأوروبي اليونان اليونان الغارق في الديون يخشى أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا لدفعه إلى الخروج بهدف الحفاظ على تماسكه هولندا تعقد الأمال على إجراء استفتاء مماثل فيها وكانت قد وجهت رسالة بالغة الوضوح للبريطانيين قبل الاستفتاء مفادها لا تتركني بهذه الطريقة المجر تعد بريطانيا شريكا مهما للحكومة في بيوداباست ويخطط رئيس مجلس وزرائها لإجراء استفتاء مماثل في بلاده قد يفضي إلى نتائج تضر بتماسك الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد تدفق اللاجئين على الدولة فرنسا إحدى كبرى الدول المتحفظة عن البقاء في الاتحاد الأوروبي خصوصا أن نحو 60% من الفرنسيين يشككون في جدوى الاتحاد وأمام تزايد الخوف من اتساع رقعة عدوى الانسلاخ عن بروكسال لعل كلمات هذه الأغنية بلسان الأطفال ترسم مكان متوقعا مفاوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والأعمار وليد الصافي يرفض مناقصة جهاد العرب في منطقة الغدير والشركة تتابع عملها ولا تأباه لإلغاء القرار لم يصل إلى مسامع جهاد العرب قرار إلغاء مناقصة منطقة الغدير أو المنطقة المعروفة بالكوستابرافا وضرب عرض الحائط بكل مصادر من مواقف رسمية تؤكد أن العقدة ألغية قبل أن يوقع وعلى رغم من تحول موقع الكوستابرافا إلى ما يشبه ثقنة العسكرية لأن كاميرا الجديد تمكنت من رصد الأعمال وكيفية متابعة جرافاته ردم البحر وبوتيرة متسارعة تشمل ألاف الأمتار في محاولة لفرض أمر واقع أو ربما لثقته بأن ما من قوة يمكنها وقف مشروع وضعت له الخرائط التي تظهر ردم ألاف الأمتار من البحر تمتد من منطقة الغدير وصولا إلى النفاق مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي أكد في اتصال بقناة الجديد أن عقد العرب أحلته إليه إدارة مجلس الإنماء والإعمار لكنه رفض التوقيع وكشف مستندات تظهر امتناعه عن إعطاء الموافقة على مشروع الإحالة وأعاد المناقصة إلى الإدارة المالية بتاريخ الثاني والعشرين من حزيران الماضي الإدارات التي تحصل على المجلس حولت لدي مشروع العقد للتوقيع سعر العارض الأدنى ببرج حمود تبين أنه أقل بكثير من العارض الأدنى بمناقصة الكثة براغة تفقنا على خيار أكثر من عشرين مليون دولار هو الفرق في الأسعار بين مطمر برج حمود ومطمر الكوستابرافا والتفاوض في حال جرى مع العرب فإنه يحتم عليه خفض سعره إلى أكثر من هذا الرقم فهل سيشهد المشروع برمته إعادة مناقصة من جديد بعدما تهرب الجميع من حمل فضيحة مدوية جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في تقارير مجلس الإنماء والأعمار وحسب لم تحضر مواضيع ستجنة وأزمة جهاز أمن الدولة والنفايات وملف النفط والغاز ومطمر كوستابرافا في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بل تم بحث قارير مجلس الإنماء والأعمار وحسب فأشار وزير خارجية جبران بسيل إلى أنه لا يعقل أن 81% من المشاريع تنفذها جهة واحدة في الدولة واعتبر أنه ليس هناك معيار في اختيار المشاريع الطلب من جميع الوزرات تزويد مجلس الإنماء والأعمار خلال 15 يوما بما لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ تكليف مجلس الإنماء والأعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع وذلك خلال مهلة شهر الوزير سجعان أزي الذي حضر للمرة الأولى جلسات الحكومة بعدما أعلنت سقالة وزراء الكتائب برر حضوره بأنه كان من الضروري لمناطقنا حضور الجرسة فهناك حصة كبيرة من المشاريع للجبل لبنان ولكن بحصة مالية قليلة بينما غمز وزير التربية ليس بصعب من قناة رئاسة الحكومة عندما لفت إلى أن مجلس الماء والأعمار يأتمر من رئيس الحكومة مباشرة لذلك تم الطلب من الرئيس سلام وضع تقرير كامل عن هذا الملف وتشكيل لجنة وزرية تواكب عمل مجلس الماء والأعمار لكن لم تتم الموافق لذلك ما يحتم انتظار التقرير الطبول ما زالت توقظ أهل الرمل البيضى والإجناح وخلف ذلك رجل لا ينام بين هذه الأزقة الشعبية في منطقة الجناح يجول المسحراتي أحمد وعلى أصوات قرع الطبولي هذا يستيقظ السكان صغاراً وكباراً ينتظرونه جميعاً على شروفات منازلهم وشبابيكها أنا قليل من السبعة وثمانية بطبل بالحي كنت أبرم كان خيور فيه خي وقف أنا كفت محل خي وكفت له وحدي قبل شهر رمضان جمعة بتصير العالم بتصير تنديني أنه مسحر جهز حالك بعض السكان يستقبلون المسحراتي ويخلدون إلى النوم فيما بعضهم الآخر يستعدوا لتجهيز السحور جولة أحمد انتهت وكما في كل ليلة حطى رحاله في المكان المعتاد آخر من تقايي هون بيجي بتسحر وبقعد هون بتسحر بصير العالم تتجمعه ولي سيدة فرحة للناس والشهر رمضان بدونه مسحر ما له طعمه وغلط تتوقف أساساً غلط لأنه هيدة حلاوة شهر رمضان 16 سنة بيجي كل يوم كل يوم كل يوم ما بيقطع ولا نهار وهلأ ابني بينطرق كمان رمضان بلا مسحر ما بتصير يعني حلو الجوة للمسحرات بيقفوا الولادة بينطرق يا عباد الله وحد الله ومن منطقة الجنيح المقتذة انتقلنا إلى منطقة الرمل البيضاء للقاء الامسحارتي بلال الذي يجوب الشوارع الحديثة منادياً بعض السكان بأسمائهم راسماً البسمة على وجوه آخرين تقريباً صري 18 سنة هاي سنة 18 بسحر فيها أول مرة سحرت أنا شفت المسحر على التلفزيون وحسيت شغلي قلبي حبة فأخذت أنا تنكيتي لنيدو لأمي وبلشت أطلع أطبل وهكي رجعت مساقت فيها أكتر وأكتر عرفت أنه فيها هي تراصنا وفيها هي يعني شغلي كتير أليفة لعالم فرحة الاستيقاظ على هذه الأناشيد الرمضانية لا تتمحور حول فكرة طعام السحور بل حول أن يكون المرء شاهداً على هذه العادة القديمة الموروثة عن الأجداد والمهددة بالانقراض عادة ضرب المدفع زالت إلى غير عودة أما التحدي يبرز في محاولة الحفاظ على عادة المسحارات كي يبقى ولو قليل من التقاليد الرمضانية الجميلة لايال سعد قناة الجديد بعد الفاصل رقصة الانتحار أهلا بكم من جديد الرقص حسن رابح رقص رقصته الأخيرة من على شرفة منزله وانتحر هي رقصة للشاب الفلسطيني السوري حسن رابح حسن البالغ من العمر 25 عاماً قرر الخروج من واقعه المر وأقدم على الانتحار ملقياً نفسه من على شرفة منزله في الطبقة السابعة في العاصمة بيروت بحسب أصدقاء حسن وبعد نزوحه إلى لبنان قبل عامين عانى مشكلات نفسية وكان قد عبر عن انتعاضه من الأوضاع في سوريا ومن الحروب ومن النزوح ومن النظام السوري بمنشور على صفحته على الفيسبوك قال في نهايته لست سوى عبد ربي أموت إلى أن أحيا لست من أي طائفة وأي حزب يدعي السلطة على حاشيته عبد لربي والحق منه والحب منه تسقط إسرائيل وتسقط جواسيسها فالحق من الإله الواحد وإلى فلسطين الرجوع لم ينتظر حسن العودة إلى فلسطين ولم يعود إلى سوريا راقصا على خشبات مسارحها رقص رقصته الأخيرة واعتزل الحياة مفضلا الرقص في السماء بعيدا مما تشهده بلاده ومنطقته من صراعات فضل الموت طائرا من شرفته على أن يهاجر عبر قوارب الموت رمى حسن نفسه وتحرر من كل القيود التي تكبره أكد قائد الجيش العماد جون أهواجي أن لا خوف على الدولة ومؤسساتها ومسيرة الأمن والاستقرار في ظل وجود الجيش المتماسك الذي يلتزم الولاء المطلق للوطن ولا مكان في صفوفه للسياسة والطائفية والمذهبية وخلال افتتاح مركز التدريب الأساسي لدى فوج التدخل الرابع في منطقة الجناح دعا أهواجي العسكريين إلى مزيد من السهر على أمن المواطنين خصوصا ملاحقة مطلقين نار في المناسبات معلنا أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وأن الجيش بات أكثر قوة من أي وقت وهو يواصل بحزم ونجاح مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود واستئصال شبكاتها في الداخل أعتصامنا لاتحاد الشباب الديمقراطي على شاطئ الرمل البيضة تنديدا بمحاولات استملاكه رفضا لإغلاق شاطئ الرملة البيضة في وجه رواده اعتصم لعشرات من الشبان والشابات بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وبمشاركة ممثلين عن حملة بدن حاسب واتحاد المقعدين اللبنانيين من أجل حماية السامبلاش متنفس الفقراء إننا نعاهد أهلنا في بيروت وضواحيها ونعاهد فقراء بيروت وضواحيها الذين نحن منهم بأننا لن نسمح بالاعتداء على آخر متنفس لنا وسنواجه هذا المشروع مهما كلفنا الثمن وندعوهم للمشاركة في كافة التحركات المقبلة في أكثر من 1200 تعدى على الملك العام وممكن أن يكون تحصيل هذه العائدات وتحصيل هذه المخالفات يدر أكثر من 20 مليار دولار على الخزينة وكان بالفترة الأخيرة كان صار شوي سهل نقدر نحن كأشخاص زوية حاجات خاصة ننزل عليها مثل بقية الأشخاص الغير معوقين اليوم إضافة لخسارة الشطقة كل كمان خسرنا التجهيز الهندس اللي كان يوصلنا على الماء التهرب من مسؤولية جرف الشطق هي السمة التي طبعت كل المعنيين كالبريء من دم هذا الصديق إجرى رئيس البلدية وقالنا أنه إجرى لها نكتفاجأ أن صدم لم يكن خبر بأي شيء من اللي صار المتصمون أكدوا استمرارهم في تحركاتهم لكي لا يضيع آخر ما تبقى من أملك بحرية عامة ألين حلاق قناة الجديد بعد الفاصل الشرق الأوسط شريك أحييكم من جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هل يشارك الشرق الأوسط في التبعات؟ سلكت بريطانيا مسارها الخاص بها بعيدا من الاتحاد الأوروبي وكانت أزمة الشرق الأوسط أحد الأسباب الرئيسة لخروجها استنادا إلى تخوف البريطانيين من انجرار بلادهم إلى سياسات الاتحاد الأوروبي التي قد تعرضهم لخطر يتسبب به المهاجرون لذا لم تقتصر تبعات هذا الانسلاخ على بريطانيا والمجتمع الأوروبي وحسب بل تعدته لتهدد اقتصاد الشرق الأوسط وخصوصا بعد انتهاء مرحلة التفاوض التي تدوم سنتين كاملتين للبحث في إجراءات الخروج القانونية مادة السنتين هي نوع من فترة انتقالية لأن بريطانيا هي جزء أساسي من الاتحاد الأوروبي في عندها التزامات تجاه الدول الأوروبية وفي عندها التزامات تجاه دول العالم ومنها دول الشرق الأوسط كجزء من الاتحاد الأوروبي ومن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا الأممية تجاه القرارات بالأمم المتحدة تجاه القرارات التي تتعلق بصراع العربي الإسرائيلي تجاه المبادرات التي تتعلق بسوريا بالعراق القضايا الإنسانية وكل هذه الأمور قواعد قانونية واقتصادية وجمركية جديدة ستحكم علاقة بريطانيا بالشرق الأوسط التسهيلات الجمركية ستتلاشى وقد تتجه بريطانيا إلى البحث عن أسواق جديدة لمنتوجاتها توفر لها تسهيلات جمركية بعيدا من التسهيلات التي توفرها الدول العربية للدول الأعضاء في الاتحاد العمل الأوروبي ترتكز عليها بعض الدول في سياسة نحن اقتصادنا في لبنان اقتصاد مدولر إلى نسبة يقال بين السبعين والخمسة وسبعين بالمئة وبالتالي نحن نتأثر في حال تأثر العمل الأمريكية وما بعد أن يصير فيه انعكاسة على العمل الأمريكي من هذه الناحية اهتزى الاتحاد الأوروبي بخروج دولة ركن فيه لكن بريطانيا حيدت بذلك نفسها من مسؤوليتها أمام اللاجئين ما قد يتيح لها ضبط أمنها وأمانها رواند أبو خزام قناة الجديد صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير طوابير يصطف اليمنيون لا لاستفتاء ولا لاقتراع إنما للحصول على وجبة طعام يفترون عليها في شهر رمضان هذه المشاهد تتزامن وأعلان منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من نصف عدد السكان في اليمن يواجهون خطرا عدام الأمن الغذائي في وقت لا تزال فيه البلاد ترزح تحت وطأة الحرب جيدنا هنا نستلم عشاء من المؤسسة هذه بيدون لنا الرز وطبيق خبز ونتمنى من الفاعلين الخير أن يكملوا ونتمنى من الأخوان التجار أو الذي أهل الخير أو يعني يسمى من الجمعيات الخيرية دعم هذا ولأ الأخوان يعني لمساعدة الفقراء والمحتاجين هؤلاء يجلسون معا على مائدة واحدة لا شيء يجمعهم سوى أنهم مسلمون ففي أحد المنازل بمدينة سيدني قررت أنيسا خان وأسرتها للعام الثاني على التوالي استضافت أولئك الذين اعتنقوا الإسلام في أستراليا لتناول الإفطار أحب رؤية ابتثامة على وجه الناس فهؤلاء يشعرون بأنهم ينتمون إلى هذه الأسرة الكبيرة والممتدة نحن جميعا من المتحولين إلى الإسلام وهذا شيء مشترك بيننا ولكن الصوم مع أشخاص كثيرين والإفطار تجربة مذهلة في استكمال لخطاب الكراهي الذي يتبعه المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه عرض على عالم الفضاء إيلون موسك حقيبة وزارة النقل على أن يقوم بنقل المسلمين إلى كوكب المريخ وبشأن المهاجرين المكسيكيين قال ترامب أن الحل سهل نسبيا وذلك من خلال إنشاء نفق يكون باتجاه واحد نحو المكسيك إلى عنوين صحف اليوم السبت 25 حزيران والبداية مع النهار الزلزال البريطاني يهدد بفرط الاتحاد الحريري لطرابلس أحترموا صوتكم نصر الله يعترف كل تمويلنا إيراني البابا في أرمينيا مكرسا التنديد بالإبادة مأساة ظلامية لمحو شعب بكامله حرب شوارع في الأحياء الغربية لمنبج والسوريا الديمقراطية تلاحق قناصة داعش ومن صحيفة النهار ننتقل الآن إلى صحيفة السفير زلزال بريكزيت يضرب عواصم العالم والخسائر بالمليارات بريطانيا تصدع وحدة أوروبا إلى اليمين در هل يتحالف الحريري وميقاتي نيابيا في مواجهة ريفي نصر الله في حلب تكون سوريا أو لا تكون موجة الاغتيالات والخلافات تشتاح الفصائل السورية وفي صحيفة الأخبار اليوم تجاهل تفجير لبنان والمهجر وأكد أن المقاومة ستواجه العدوان المصرفي على جمهورها نصر الله مصير المشرق في حلب خروج بريطانيا كاميرون فتح أبواب الجحيم ومن صحيفة الأخبار ننتقل لنقرأ عنوين صحيفة الأنوار الانفصال البريطاني يهزو الاتحاد الأوروبي ويهدد الاقتصاد العالمي مجلس الوزراء يستقبل أزه ويركز على قضايا المناقصات كاميرون يقرر الاستقالة ويترك لخليفته معالجة المادة 50 تخوف ألماني من سعي فرنسا وأربع دول لترك الاتحاد وننتقل إلى صحيفة الديار التي عنونت نصر الله المعركة الحقيقية والكبرى في حلب مراوحة في سباق الأحصنة إلى القصر الجمهوري هل ينصحب الحريري من السعودية إذا انصحب حزب الله من سوريا بري قانون الانتخاب أولا والعكس يوربيك الرئيس ومن عنوين الديار ننتقل الآن إلى عنوين صحيفة المستقبل ذكر بقوة الاعتدال التي أنجزت المحكمة وضربت العبس وحبست سميحة ودعا لوقف العمتريات باسم الحريرية الحريري في طرابلس الرسالة وصلت الخروج البريطاني زلزال أوروبي ورعب مالي ومن صحيفة المستقبل إلى عنوين البناء بريطانيا غير أوروبية واسكتلندا غير بريطانية بداية حلال إمبراطورية القرن نصر الله من حلب سنسقط عصفة الشمال فقدنا 26 وكبدناهم 617 وباقون العقوبات لا تعنينا ولن نسمح باستهداف ناسنا واحذروا اللعب بنار البحرين إلى عنوين ماء اللواء عصفة الانفصال البريطاني تطيح بحلم الوحدة الأوروبية هلع في الأسواق المالية وألم وحزن في القارة العجوز وكامير يستقيل الحريري في طرابلس بالاعتدال نواجه التحديات الكبرى مزايدات طائفية في جلسة الإنماء والأعمار ونصر الله يتعهد بحضور أكبر في حلب ومن صحيفة اللواء نذهب الآن إلى عنوين صحيفة البلد الحكومة تكثف جلساتها ونصر الله كما الصواريخ يصلنا المال بريطانيا تغرد وحيدة الجيش السوري يتقدم في حلب ويحبط محاولات المسلحين القضاء الفرنسي يطوي ملف عرفات إلى صحيفة الجمهورية نذهب الآن وفي عنوينها الانفصال البريطاني يهز أوروبا ما بعد الخروج إلى صحيفة الحياة وعنوينها اليوم المملكة المتحدة اختارت الانفصال وكاميرون فتح معركة خلافته وسكتلندا تستعد للاستقلال الاتحاد الأوروبي يستعجل إجراءات طلاق بريطانيا الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما تريليون دولار خسائر الأسواق حول العالم الحكومة اليمنية ترفض مكافأة الانقلابيين بحكومة شراكة بان في الكويت غدا لإنقاذ المشاورات ونختم عنوين الصحف مع الشرق الأوسط 17 مليون دفعوا المملكة المتحدة للانسحاب وكاميرون يستقيل تلويحه نسكتلندي بالانفصال ومخاوث من تسارع انهيار الاتحاد الأوروبي زلزال بريطاني وجمعة أسود يهز العالم عقد محادثات مع مديري أبل وغولدمن ساكس وجي بي مورغان محمد بن سلمان يلتقي رواد المال والتكنولوجيا والابتكار كان في عنبين النشرة الحريري من طرابلس يشبك مع ميقاتي ويشتبك مع ريفي حل عن رفيق الحريري نصر الله في أربعين بدر الدين أموالنا كصواريخنا تصلنا من إيران بريطانيا قالت نعم للانفصال فمن التالي جهاد العرب يردو معتراض الإماء والإعمار في البحر الليالي الرمضانية لا تكتمل إلا على إيقاع المسحرات ختم النشرة شكرا للمتابعة نلتقي في مجاز العاشرة والنصف